اخبار ورياضة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية كشفت الاتحادية الأغندية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن استقبال المنتخب الجزائري ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخير من تصيات كان كوديفور 2023 بالأراضي الكاميرونية وأوضح بيان الاتحادية الأغندية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدم جاهزية ملعب منديل الدولي وبطء الأشغال فيه ومن المرتقب يلاقي الخضر لضراءهم من منتخب أغندا في الثاني عشر جوان المقبل وضمن المنتخب الجزائري تأهله مسبقا إلى نهاية كان كوديفور بالعلامة الكاملة بعدما حصد إثنتي عشرة نقطة في أول أربع جوانات دخل المنتخب الجزائري لأقل من سبع عشرة سنة المرحلة الأخيرة من تحضيراته لكأس أمم إفريقيا التي ستنطلق السبت المقبل بالجزائر واستأنف شبال مدرب الجزائري أرسقي رمات تدريباتهم الاثنين بالمركز التقني سيدي موسى حيث خاضوا أول حصة تدريبية من التربص الأخير الذي يسبق انطلاق المنافسة الإفريقية وأجر المنتخب الجزائري حصة تدريبية صباح اليوم على أن يجري حصة ثانية مساء ستكون مخصصة للجانب التكتيكي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن فتح باب الترشح لاستضافة بطولتي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 ودوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023 وسيكون السادس ماي المقبل آخر موعد لتقديم طلبات الترشح بيان الكاف أضفنا الملفات المقدمة من طرف الدول الراغبة في تنظيم أي بطولة منهما يجب أن تتضمن أسماء الملاعب المستضيفة وملاعب التدريبات وأماكن الإقامة ووسائل النقل أعلن نادي الهلال السودان بشكل رسمي إجلاء الجهاز الفني بالكامل إلى فرنسا بسبب الأوضاع في السودان ونشر نادي الهلال السودان بياناً رسمياً عبر حسابه في التويتر وفيسبوك أكد فيه إجلاء جميع عناصر الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب فلورو إبانج إلى فرنسا ومتابعة من مجلس ومتابعة من مجلس الإدارة لكافة الخطوات حسب ما جاء في البيان نجح نادي برشلون الإسباني في توفير مليار و450 مليون يورو من عدد من المستثمرين للشروع في تجديد ملعب كامبنو وشرى النادي الكاتاروني عبر موقعه الرسمي لأن 20 مستثمراً وفروا التمويل اللازم موضحاً أنه لم يجري استخدام أصول النادي كضمنات وأنه لا حاجة للحصول على قرض عقاري لأعمال التجديد في الملعب هذا ويتوقع أن تكتمل الأشغال بحلول عام 2026 حيث من شأنها زيادة سعة كامبنو أكبر ملعب في أوروبا من قدرة أقول استعاب تبلغ 99300 مشجع إلى 105000 لن تدافع تونسية أونس جابر المصنفة رابعاً عالمياً أو رابعة عالمياً علق بها في دورة مادريد للألف نقطة التي انطلقت الثلثاء بعد إعلانها أمس عن انسحابها بسبب تمزق في الساق ويأتي هذا الإعلام بعد يومين عن انسحاب جابر من نصف نهاء دورة شتوتغارد في مستهل مبارتها ضد البولندية إيغا شيفيونتيك حيث تعرضت خلالها للإصابة وكانت النجمة التونسية قد حققت العام الماضي في مادريد أكبر لقب في مسيرة احترافية بتتويجها بلقب بطولة مادريد المفتوحة للتينيس على حسابي الأمريكية جيسيكا بيغولا اختموا أخبار اليادة قدمناها لكم من قناة الجزائر الدولية للمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكراً على المتابعة اشتركوا في القناة